كتاب الشيطان مخطوطة غيغاكس هذا الفيديو ليس لأصحاب القلوب الضعيفة فمن سنتكلم عنه اليوم ليس مخلوقا عاديا والكتاب الذي ستشاهدونه في هذا الفيديو ليس عاديا الكتاب وصاحبه من أخطر ما مر على البشر عبر التاريخ فهذا المخلوق موجود من قبل التاريخ وسيظل حتى نهاية التاريخ إنه إبليس اللعين هل ستصدق أن إبليس كتب كتابا بنفسه وأن هذا الكتاب لا يوجد منه غير نسخة واحدة في العالم ولتشاهد تلك النسخة عليك الذهاب إلى مكتبة السويد الوطنية وتدفع الكثير من المال فقط لتلتقط صورة بجانب الكتاب أو بجانب أحد صفحاته ليس مسموحا بعرضه على الإنترنت وغير مسموح بطباعته ونسخه وبيع هذه النسخ ربما تجدون عشرات الفيديوهات على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن هذا الكتاب الشيطاني كتاب كودكس غيغاكس كتاب الشيطان ولكننا وبفضل الله وكما عودناكم ولأول مرة على اليوتيوب العربي والأجنبي سنعرض لكم صفحات الكتاب الشيطاني كاملة ومن النسخة الأصلية وستعرفون معلومات عن هذا الكتاب لم ولن تسمعوا بها من قبل أو من بعد بإذن الله فكما سبق ووعدتكم كل ما هو سري ومحظور وتم إخفاؤه ستجدونه على هذه القناة بفضل الله وبالطبع لكل من يشكك في هذا الكلام تستطيع أن تبحث بنفسك في كل مكان في الإنترنت عن هذا الكتاب وستتأكد أن النسخة الأصلية ولا حتى نسخة مقلدة من الكتاب متوفرة على الإنترنت سواء في المحتوى العربي أو حتى المحتوى الأجنبي ولا يوجد سوى 15 صورة من داخل الكتاب فقط المسموح بعرضهم على الإنترنت لكن هنا تستطيعون تصفح الكتاب بالكامل من النسخة الأصلية من كتاب كودكس غيغاكس أو كتاب الشيطان هل تريد صورة للشيطان؟ وهل تريد صورة للمدينة التي كان يسكنها في السماوات كما رسمها بنفسه؟ كان هناك راهب نقض عهد الدير التابع لها وتمت محاكمته وكانت العقوبة بأن يسجن ويظل جسده معلقا على الحائط حيا فطلب أن لا تقع عليه تلك العقوبة بأن وعد بأن يقوم بكتابة كتاب ضخم في ليلة واحدة يمجد فيها الدير للأبد كتابا يتضمن كل معارف البشر وعند منتصف الليل وجد أنه لن يتمكن من إنهاء الأمر وأنه قد أقحم نفسه في أمر لن يتمكن من إنجازه فطلب المساعدة من الشيطان بنفسه وعهد الشيطان على أن يساعده في إنهاء الكتاب مقابل أن يبيع روحه له حينما ينتهي الكتاب أضاف ذلك الراهب صفحة فيها صورة كبيرة للشيطان كعرفان منه لجميل الذي أسداه له إن الشيطان في القرون الوسطى بالاتفاق مع الكنيسة كتب هذا الكتاب والذي نسخت منه حركة المرمون نسخة منه وهي نسخة مشوهة عن التوراة والإنجيل والغاية من ذلك تقديم كتاب مقدس مشترك يجمع اليهودية والمسيحية ضمن هدف مشترك وهو نزول يسوع وبناء الهيكل والقضاء على الأرجاس يعني المسلمين كما يدعون لعنة الله عليهم وهذا الكتاب ضخم جدا وقد تمت كتابته على جلود الحيوانات طول كل قطعة جلد صفحة وطول الصفحة تقريبا متر وعرضها نصف متر فأصبح يتكون من مائة وستون قطعة جلد ومن أجل التأثير الشيطاني أكثر تمت كتابته على جلود الخنازير والكلاب الكبيرة البلدو وهي كلاب ضخمة جدا يعتقد أنها كلاب ققازية وتم كتابة الكتاب بقلم مصنوع من عظام الخنازير والحبر هو من دماء الكلاب المخلوط برماد غائط الإنسان أو رماد الحشرات المسحوقة الغريب في هذا الكتاب أنه احتوى على الكثير من صور الشيطان الملونة للمخيفة المرعبة وبشكل دقيق لم يره الإنسان من قبل هذا الكتاب حسب الرواية كتبه راهب دومينيكاني حكم عليه بالموت تعليقا بالحبال لمخالفته الكنيسة ولكن الراهب من أجل إنقاذ نفسه قال للكنيسة بأنه مستعد أن يكتب كتاب فيه كل العلوم الإنسانية في ليلة واحدة ووافقت الكنيسة ووضعوه في سجن وجهزوه بالورق ولكن الراهب أصيب باليأس في منتصف الليل فطلب من الشيطان أن يساعده وأنه مستعد أن يقدم روحه من أجل إنجاز الكتاب ثم قام الراهب باستدعاء الشيطان باسمه المعروف بالكتاب المقدس ووافقت الشيطان الذي وبإشارة من أصبعه رأى الراهب أن الكتاب جاهز وهو بحجم كبير ثم قام الشيطان بالتوقيع عليه ووضع توقيعه أمام برجين طويلين وصباحا فوق الجميع بأن الكتاب عبارة عن دمج مزري مشوه للتوراة والإنجيل وأنه كتب على جلود غريبة تفوح منه رائحة عطرية خاملة غير معهودة وقد قام فيما بعد عالم الخط ميكل غليك بالمكتبة الوطنية في السويد بتحقيق هذا الكتاب فوجد أنه قد كتب بحبر مصنوع من رماد الحشرات المسحوقة أو شيء يحتوي على دماء ولكن الحبر كله من نمط واحد وأن الكتابة كتبت في وقت واحد على الجلود مما يؤكد أن كاتب المخطوط كان مدعوما بجهة ما وأن هذا ذا الكتاب لا يعود لزمن الراهب بل مغل بالقدم تتألف المخطوطة من خمسة أقسام نصية طويلة من بينها الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد حيث تبدأ بالقديم يتبعها عملان تاريخيان لفلافيوس جوزيفوس الذي عاش في القرن الأول الميلادي يتكلم فيها عن القصص القديمة والحرب اليهودية يتبعه موسوعة إيزيدور وهي الأكثر شعبية في العصور الوسطى ثم مجموعة من الأعمال الطبية ثم العهد الجديد وأخيرا سرد تاريخي لمقاطعة بوهيميا كما توجد نصوص قصيرة في المخطوطة منها عمل عن الغفران وبعد صفحة الشيطان تتحدث عن أسليب مكافحة المسس الشيطاني وطرد الأرواح الشريرة وآخر عمل قصير هو لائحة بأسماء القديسين وتواريخ الاحتفال بذكرهم تعد أكبر مخطوطة مضيئة في العصور الوسطى تمت كتابة المخطوطة بين عامي 1224 و 1230 باللاتينية في مدرسة كارولينجيان الصغيرة وهو نوع من الكتابة شائع في العصور الوسطى يبلغ ارتفاع الكتاب 92 سم وعرضه 50 سم وسمكه 22 سم ووزنه 74.8 كيلو جراما كانت مكتوبة في الأصل على 320 ورقة من ورق البرشمان لكن بمرور الوقت اختفت عشر صفحات من الكتاب الشيطاني وكان هذا لغز آخر في هذا الكتاب العجيب فكيف ولماذا ومن وراء اختفاء تلك الصفحات المفقودة وعلى ماذا كانت تحتوي ففي عام 1697 حدث حريق هائل في القلعة الملاكية في ستوكهولم قبل لحظات من وصول النيران الى المكتبة الملاكية امر امين المكتبة رجاله بانقاذ اكبر عدد ممكن من الاعمال الثمينة ولم يكن امام الرجال خيار سوى البدء في القاء الكتب من النوافذ يعتقد لي الكثير من الناس انه عندما طارت مخطوطة العصور الوسطى التي يبلغ وزنها 165 رطلا في الهواء تمزقت صفحاتها العشر المفقودة من الغلاف ولا تزال تلك الصفحات الغامضة مفقودة حتى يومنا هذا بعد ثلاثة ايام من الحادث كانت هناك محاكمة للكشف عن سبب الحريق الهائل وبما ان كبير مراقب الاطفاء ورجاله لم يكونوا في مواقعهم الصحيحة فقد حكم عليهم بالاعدام ومع ذلك فان السبب الدقيق لحرائق المكتبة لا يزال لغزا ومع ذلك فان النظرية الاصلية التي تشرح الصفحات المفقودة من مخطوطة غيغاكس لها عيوبها يزعم العديد من امناء المحفوظات ان القسم المفقود لم يسقط ببساطة بل تم انتزاعه عن قصد بالاضافة الى ذلك يعتقد دل عديد من العلماء ان محتوى الصفحات المفقودة يتضمن قواعد الدير البندكتي في بوهينيا لكن ونظرا لحجم الصفحات الكبير في المخطوطة فمن الطبيعي ان نقول ان قواعد الدير لا يمكنها ملء الصفحات العشر باكملها لكنهم لاحظوا ايضا ان تلك القواعد كانت ستتكون من صفحتين فقط على الاكثر اذا ما الذي حدث الشيء الاكيد في هذا الامر انه لم تسقط الاوراق من الكتاب المجلد بسبب الشيخوخة والانحلال لقد تم ازالتها عمدا لقد تم قطعها من المخطوطة وهذا واضح من خلال قص هذه الصفحات يقول للبعض ان الصفحات المفقودة تحتوي بوضوح على معلومات اكثر اهمية بكثير من باقي الكتاب على سبيل المثال النبوءات حول صراع الفناء او ما يسمى بصلاة الشيطان والتي اذا ما تمت قراءتها في ظل ظروف معينة يتم من خلالها استدعاء الشيطان نفسه يشاع ايضا ان الصفحات المفقودة من النص تشكل خطورة كبيرة على الانسانية يعتقد للبعض ان الصفحات تم اتلافها لان محتواها كان خطيرا للغاية بينما يعتقد للبعض الاخر انها سرقت لغرض سري وشرير والكثير يؤكدون انها صلاة الشيطان وتحتوي الصفحات على الصلاة الاسمية وتؤدي تلاوتها الى ظهور اهوال نهاية العالم التي لا يمكن تصورها يؤكد جميع الخبراء ان الكتاب من تأليف مؤلف واحد فقط وذلك من اسلوب الكتابة الى الصوت الفعلي والذي يصوره المؤلف في جميع انحاء الكتاب من السهل معرفة ان الكتاب كان له مؤلف واحد فقط عادة ما تتم كتابة المخطوطات نظرا لحجمها بواسطة مؤلفين متعددين في نفس الوقت لتسريع العملية لان كتابة كتاب يدويا تستغرق وقتا طويلا للغاية والعجيب والغريب هو انه لا يحتوي على خطأ انلائي او نحوي واحد كنا نتوقع ان كتابة مثل هذا النص الكبير على عجل سيرتكب المؤلف على الاقل بعض الاخطاء لكن الخبراء ذكروا ان الكتاب خالي من الاخطاء تثير مثل هذه الكتابة المثالية تشكوك حول وجود نوع من المساعدة الخارقة للطبيعة وليس هذا فقط بل اجمع الخبراء ايضا انه مكتوب في جلسة واحدة فقط يستطيع الخبراء في المخطوطات رؤية التفاصيل التي تحدد عدد الجلسات التي تمت كتابة الكتاب فيها كان الرهبان في ذلك الوقت كتابا جيدين جدا واكثرهم كفاءة ولكن على الرغم من ذلك كنا سنر بعض الاختلافات عند كتابة الكتاب من شهر لاخر في حالة مخطوطة غيغاكس يمكن ملاحظة ان الاسلوب ظل كما هو تماما في جميع انحاء الكتاب بما في ذلك اسلوب الكتابة والحجم والخط الذي كان متسقا للغاية وهذا يعني ان الكتاب ربما كتب في ليلة واحدة اذا افترضنا ان الكاتب كان يعمل لمدة ست ساعات يوميا ويكتب ستة ايام في الاسبوع فهذا يعني ان المخطوطة قد تستغرق حوالي خمس سنوات حتى تكتمل اذا كان الناس خراهبا فربما كان قادرا على العمل لمدة ثلاث ساعات فقط في اليوم وهذا يعني ان كتابة المخطوطة قد تستغرق عشر سنوات وبما ان الكاتب ربما يكون قد قام ايضا بتسوية السطور وذلك لتوجيه الكتابة قبل ان يبدأ في الكتابة ربما استغرق الامر عدة ساعات لتسوية صفحة واحدة فان هذا يزيد من الفترة التي استغرقها في اكمال المخطوطة وقام الكاتب ايضا بتزيين المخطوطة وهذا يعني ان المخطوطة ربما استغرقت عشرون عاما على الاقل للانتهاء منها وربما استغرقت ثلاثون عاما لو كان الكتاب في طور الكتابة في الوقت الذي يفترض للخبراء انه سيستغرقه لكان العديد من الاشخاص الاخرين قد اكتشفوا ان هذا الكتاب قيد التأليف وهذا يعني انه سيكون لدينا روايات تاريخية على الكتاب الذي ستتم كتابته في غضون سنوات كل هذا يشير الى ان قصة الكتاب الذي كتبت في ليلة واحدة وبمساعدة الشيطان هي قصة حقيقية تماما بعض الخبراء لا يقبلون هذه النظرية ولكن حتى الان لم يتم اكتشاف اي شيء اخر حول الكتاب يقول خلاف ذلك ماذا ستفعل اذا علمت ان هذا الكتاب والذي يحتاج ما لا يقل عن عشرون الى ثلاثون عاما لانجازه بهذا الشكل والذي كتب في ليلة واحدة فقط وبوسطة رجل واحد فقط وان عمر هذا الكاتب عند وفاته كان واحد وثلاثون عاما فقط وماذا ستفعل اذا ما علمت بان الحرف الاول من كل فصل عبارة عن اضاءة معقدة تشغل معظم الصفحة وان المؤلف يحتاج اياما لاكمال حرف واحد فقط من هذه الاحرف الاول نأتي الان لذكر تاريخ المخطوطة العملاقة وفقا لمكتبة السويد الوطنية من المحتمل ان تكون مخطوطة غيغاكس قد كتبت بين عامي الف ومائتان واربع و الف ومائتان وثلاثون ميلاديا وكان المالك الاول للمسجل هو دير بودليس في بوهيميا ولكن من غير المعروف ما اذا كان هذا هو المكان الذي تم فيه انشاء المخطوطة في الاصل في حوالي عام الف ومائتان وخمسم وتسعون كما هو مفصل في ملاحظة موجودة في مقدمة المخطوطة تعهد رهبان بودليس بالكتاب لدير اخر في سيدلي وقام دير اخر بشرائه في وقت لاحق من ذلك العام ثم في عام الف وخمسمائة واربعة وتسعون وقع الكتاب المقدس للشيطان في ايدي الامبراطور الروماني المقدس رودولف الثان وبحسب ما ورد فقد استعار الكتاب من الدير لكنه لم يكن ينوي اعادته ابدا في ذلك الوقت اصبح قطعة ثمينة لهواة الجمع وبعد مرور خمسون عاما فقط سرق الجيش السويدي مخطوطة كوديكس غيلاكس وتم ذلك اثناء حصار براغ في نهاية حرب الثلاثين عاما ثم اعاد اللصوص المخطوطة الى استوكهولم حيث انتهى بها الامر في نهاية المطاف في مكتبة القصر الملكي تشير احدى الحكايات عن تاريخ الكتاب المقدس للشيطان الى انه كان هناك حريق في القلعة عام الف وستمائة وسبعة وتسعون القى امين المكتبة النار من النافذة لانقاذه واصاب الكتاب الضخم احد المرة بالاسفل عندما سقى في عام الف وثمانية مائة وثمانية وسبعون تم نقل المخطوطة الثمينة الى مكتبة السويدة الوطنية حيث توجد حتى يومنا هذا في صندوق زجاجي مضائل يراها العالم وتقول للاسطير ايضا ان اي شخص يملك تلك المخطوطة فسيصبح ثريا وتشير ايضا مجموعة من القصص التي تعود الى القرن التاسع عشر الى نسخة مروعة من الفيلم الامريكي ليلة في المتحف قد حدثت بالفعل في المكتبة الوطنية ومر بها احد حمال الكتب بعدما ظل محاصرا لليلة كاملة بعدما نام في الغرفة الرئيسية للمكتبة وعندما استيقظ وجد ان الكتب تتحرك وترقص حوله بالاضافة الى ان ساعة كبيرة محطمة تجمعت وعادت للعمل من جديد في الصباح ووجد الرجل جالسا تحت احدى الطاولات في حالة ذعر شديد قبل ان يقضي ما تبقى من ايامه في احد الملاجئ مصادر قصة الراهب الذي باع روحه للشيطان تتشابه الى حد كبير مع قصة الراهب التائب ثيوفيلوس والتي تعود للقرون الوسطى وهو شماس عاش في القرن السادس وبمساعدة من احد محضر الارواح تمكن من عقد اتفاق مع الشيطان مكنه من ان يصبح اسقفا قبل ان يتوب في وقت لاحق عما فعله ويطلب عون العذراء مريم ثم صام لسبعة وثلاثين يوما الا انه مات فرحا بعدما اخرق عقده من الشيطان ربما مات جوعا ايضا وقد اشتهرت القصة في فن القرون الوسطى وتحديدا من القرن الحادي عشر وما بعده كما كانت مصدر الهام لمسرحية دكتور فوس الشهيرة يبدو ايضا ان ذلك ما حدث مع انجيل الشيطان فمقارنة تلك القصة مع مخطوطة غيغاكس هي على الامن واضحة على تأثرهم جميعا بها وهو ما جعل الكثير يقتنع انها لا بد وان تكون قد صنعت بمساعدة الشيطان لا يتوقف الوحي الشيطاني عند هذا الحد بالاضافة الى ان هناك شائعات اخرى تشير الى تأثير شيطاني يحيط بالاعمال الفنية الاستثنائية وعلى سبيل المثال في عام 1713 اخبر العازف بيوسيبي ترتيني احد اصدقائه انه لف مقطوعته زغردة الشيطان بعد حلم رأى فيه انه يعقد ميثاقا مع الشيطان في ذلك الحلم رأى ترتيني ان يعطي الكمان الخاصة به للشيطان بينما قام الشيطان بعزف لحم ما ظل عالقا في ذهنه ليستيقظ ويعزف هذا اللحم على الاته ويعطيها اسم زغردة الشيطان وقد كانت المقطوعة المفضلة ترتيني واكد انها قريبة الى حد كبير من اللحم الذي سمعه في منامه منذ القرن الثامن عشر تم تحليل الكتاب من قبل مئات الخبراء لاختبار صحة قصته كان هناك عدد قليل من السجلات التي تمثل نفس القصة حول كيفية كتابتها في بداية القرن الثالث عشر لا يتعلق الامر فقط بالوقت الذي كتب فيه الكتاب بالنظر الى حجمه ولكن ايضا المحتوى الموجود بداخله ولم يكن هناك سوى شخص واحد يحمل كل المعرفة الانسانية في ذلك الوقت بتفاصيل دقيقة وهو امر لم نسمع عنه حتى اليوم لمحة تاريخية قصيرة عن كتاب كوتس غيغاكس كتاب الشيطان من الف ومائتان واربع الى الف ومائتان وثلاثون خلال هذه الفترة تم انشاء المدونة عمل الراهب الناسك هرمان عليها في دير البندكتين الذي كان يقع في مدينة بودلزيسي التشيكية الف ومائتان وخمسة وتسعون تعهد الدير البندكتيني في بودلزيتشي بقانون الدير المجاور في سيدليك والذي باع الكتاب لاحقا لدير بيرزفنوف في براغ الف وخمسمائة واربعة وتسعون وقعت المخطوطة في يد الملك الالماني رودولف الثان الذي وضع الكتاب في قلعته في براغ الف وستمائة وثمانية واربعون السويديون ينهبون براغ تنتهي المخطوطة بملكة السويد كريستينا التي تحتفظ بالمخطوطة في مكتبتها في القلعة الخشبية الثلاثية التيجان الف وستمائة وسبعة وتسعون حريق في قلعة التيجان الثلاثة احترق ما يقرب من ثمانية عشر الف كتاب وخمسة آلاف وسبعمائة مخطوطة في الحريق نجى الرمز لأن الخدمة تمكنوا من رميها من النافذة أصيب غلاف الكتاب بأضرار بالغة عندما سقط 1768 تم إيداع المخطوطة في المقر الجديد لملوك السوين وهو القصر الملكي في ستوكهولم 1819 تم استعادة المخطوطة وتم استبدال التجليد 1878 تم نقل المخطوطة إلى مبنى مكتبة جديد في حديقة هامليجارد 2007 أرسلت المخطوطة إلى براغ وعرضت مؤقتا في المكتبة الوطنية 2018 أصبحت كتاب الشيطان معروض دائما في مكتبة السويد الوطنية في ستوكهولم حيث يكون متاحا لعمة الناس وكان من أبرز الأقسام المهمة في كتاب الشيطان والتي سرعان ما تجذب الانتباه هو تلك الصفحة التي بها صورة تمثل مدينة في السماوات وهي ممثلة بطبقات وكل طبقة فيها العديد من الأبنية والأبراد وهي مدينة خالية من البشر وترمز للأمل والخلاص أما الأكثر شهرة فهو في الصفحة التي أمامكم الآن حيث ستراها واضحة صورة للشيطان وتمتد على كامل الصفحة وهي الصورة الأكثر شهرة في الكتاب كله والتي أكسبت المخطوطة اسم كتاب الشيطان حيث يظهر الشيطان محاطا ببردين طويلين ولديه قدمان ويدين في كل منهما أربعة أصابع ذات مخالب طويلة ويلبس فرو يغطي أسفل جسده وبما أن الفرو وقتها كان له صلة بالمظهر الملوكي فقد جاء تصوير الشيطان لاعتباره أميرا حقيقيا للظلام والجحيم وربما غاية الصفحتين المتجاورتين والمتناقضتين هو تذكير المرء بالخطيئة والشر حيث وضعت الصورتان على نفس الورقة ولكنهما في صفحتين متقابلتين ربما لإظهار التباين بين الخير والشر وهما الصورتان الوحيدتين اللتان تمتدان على كامل الصفحة في المخطوطة كلها وبالتأكيد فإن الشيطان يجب أن يكون فخورا بشيء كهذا والغريب في ذلك الكتاب الشيطاني كوتس غيغاكس أنه كان ينبو دائما من الحرائق والحروب والطعون وما شابه أعزائي متابع القناة الكرام إن الحصول على تلك النسخ الأصلية أمر بالغ الصعوبة بل ويكاد أحيانا يقترب في صعوبته من درجة المستحيل لكنني أفعل كل شيء حتى يكون المحتوى المقدم إليكم فريدا ومميزا وأن لا يكون له مثيل سواء في المحتوى العربي أو حتى المحتوى الأجنبي لذلك لا أطلب منكم سوى ترك إعجاب بالفيديو قبل مغادرته وكتابة تعليق ولو بسيط ومشاركته إن أمكن ليصل لجمهور أوسع نريد أن نصل بالقناة بكم إن شاء الله لأن تصبح رقم واحد في الوطن العربي ووقتها بإذن الله سأكشف لكم عن أسرار ووثائق ومخطوطات يعجز العقل عن تصورها والتي أعجز عن نشرها الآن بسبب سياسات اليوتيوب التي لا ترحم القنوات الجديدة وشكرا لكم مقدما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء